اشتركوا في القناة ويمكن زي ما كنت وعدت حضراتكم ان هتبقى اول زيارة لتفقد مشروعات حياة كريمة بعد الزيارة السابقة هتكون في واحدة من محافظات السعيد وعشان كده بدأنا بمحافظة الفيوم والنهار ده اسمحولي يمكن يعني انا عايز بس يعني انه نسلط الدوق على المشروعات اللي احنا وقفنا عندها او كمنا بتفقدها وحتلاقوا كلها حضراتكم مشروعات اللي دايما دي هو محور يعني عمل الجمهورية الجديدة وكل المشروعات القومية المهمة جدا اللي في خمط الرئيس عبدالفتاح السيسي بيوجه بالحكومة بالاسراع بتنفذها ومتابعتها بصورة دائمة وحد يحرككم كده ناخد كده اللقطة على طول مع بعض طبعا اول ما وقفنا عنده كان تطوير منطقة السوائي ودي طبعا معلم مهم جدا سياحي فيه دايما كان في محافظة الفيوم وهو دا يعني دايما الانطباع عن الفيوم كان دايما واحد من الانطباعات عنها على طول اللقطة بتاعة منطقة السوائي والحالة ما بدأنا التطوير المنطقة دي بالذات حصل يعني نقاش وجدل ان الحكومة داخلها تهدم المنطقة التاريخية وبتغير معالم المكان وحدشيه للسوائي القديمة وبالعكس يعني اعتقد يعني احنا حاولنا نرد من خلال سيادة المحافظ والدولة ان احنا بالعكس داخلين نطور وهو دا اللي حضراتكم شفتوه النهاردة واعتقد بعد ما تفقدنا المكان وشفنا ازاي ان السوائي رجعناها بعد ما تعمل لها رفع كفاءة او ترميم كامل رجعت تشتغل زي ما كانت بالزبط وطورنا المكان بقى بطريقة حضرية كمتنفس لأهالي مدينة الفيوم وهيبقى في كل الاماكن الترفيهية اللي ممكن ان هم يسعدوا بالوجود فيها وجنبها في قصر الثقافة اللي تم توجيه وزارة الثقافة برفع كفاءته واستغلاله في انشطة برضو ترفيهية وثقافية لأهالي مدينة الفيوم انتقلنا بعد كده لمشروع اخر الحياة فخانت الرئيس وجه به وهو انشاء خمسمائة الف واحدة سكنية في عواصم المحافظات احنا الحياة المشروع ده يعني اهميته الشديدة ان احنا طبعا متوسعين في برامج الاسكان المتنوعة ولكن دايما كان اساسها في المدن الجديدة فكان دايما عندنا الرغبة بان احنا ندخل في جوة المدن القائمة بقدر الامكان في اي اراضي متاحة نعمل عليها وحدات برضو تكون في متناول الشباب او الاسر المتوسطة عشان تطرح لأهالي هذه المدنة فالنهار ده يمكن على ارض ما نطلق عليه ارض الشونة وارض المحلك ودي كانت اراضي كان زمان مستغلة من محلج الفيوم اللي اتعمل تطوير ليه وابتدى يشتغل بعد كان متوقف لعشرات السنين استغلينا جزء من الارض اللي بقى فضيت منه بنعمل عليها مشروع اسكان يخدم اهالي الفيوم ان شاء الله وزي ما حالكم شفته مستوى تشتيب الواحدة على مستوى جاي جدا وان شاء الله دي بتطرح في اقرب فرصة ممكنة لأهالي مدينة الفيوم انتقلنا الحقيقة بعد كده لطبعا يعني اساس او هدف الزيارة بتاعتنا وهو الحقيقة قرية قلهانة بمركز اتصى علشان نزور مشروع حياة كريمة والحقيقة ممكن الفيوم حاليا احنا بننفذ المرحلة الاولى في مركزين مركز اتصى ومركز يوسف الصديق باجمالي اربعة وستين قرية وستمائة تابعة والحمد لله يمكن اتمنيت ان اغلب المشروعات مشيه تبقى للبرنامج الزمني واحنا تبقى ليه ان شاء الله المخطط بنهاية ديسمبر القادم هنكون انتهينا من المرحلة الاولى ودول يمثلوا لوحدهم تلت قرى المحافظ المرحلة التانية ويمكن كنت لسه بكر مع سيادة المحافظة اللي هندخل فيهم المركزين اعتبارا من العام تلاتة وعشرين هيبقى بيخلونا مع انتهاءهم هما كمان نصل الى تمانين في المية من قرى المحافظة بيتم زي ما حالكم شوفتوا تفقدنا المركز المجمع الخدمات الحكومية المركز التكنولوجي المدرسة الجديدة وشوفنا القوافل الطبية الحقيقة اللي بتتنفذ على مدار الايام بقى النهاردة مع الجامعات المصرية وكليات الطب بجامعات المصرية بيعملوا القوافل الطبية اللي حالكم شوفتوها دي بتبقى موجودة على مدار الايام كلها على مدار السنة في كل محافظات مصر وشوفنا طبعا بقيت المشروعات اللي بتتعامل جوه قرية حياة كريمة واتمقنيت على تقدم الاعمال وان يعني فيما يخص المرافق بالفعل دخلت مياه الشرب والصرف الصحي الغاز الطبيعي الاتصالات الفايبر النهاردة دخلة بالقرى يعني الحية بنعمل نقلة حقيقية في خدمات القرى وقرى حياة كريمة فعلا وده دايما عشان كده بحق هو مشروع القرن لمصر ان شاء الله الحية بعديها طبعا تفقدنا مشروع مهمة اخر ودايما الفايوم كانت بتعاني من نقص مياه الشرب بالزات في الصيف وهو توسعات المحطة المياه الكبيرة في منطقة العزب الجديدة ودي طبعا هتبقى اكبر محطة على مستوى محافظة الفايوم بالفعل النهاردة هي بتنتج حوالي ربعمائة وتمانين الف متر مكعب في اليوم ولكن التوسعات اللي احنا شفناها بتضيف مية وعشرين الف متر مكعب في اليوم تانين ان شاء الله على شهر مارس القادم ينتهوا ويدخلوا الخدمة والمشروع طبعا بيتنفذ من خلال شركات المقولات المصرية وزي ما قلت لحضراتكم هدفنا من هذه المشروعات ان احنا نزود الطاقة الخاصة بمحطات المياه وقدرات المياه لان فيه بعض المزالت بعض المناطق في الفايوم مع الصيف وارتفاع الحرارة وزيادة استهلاك المياه بيبقى فيه بعض النقص في كميات المياه فعشان كده بنتحرك بسرعة جبيرة عشان ننهي هذه المشروعات ان شاء الله المشروع اللي بعديه وده يمكن مشروع برضو مهم جدا الدولة المصرية يعني دخلت فيه بقوة وهو المجمعات الصناعية واللي حراكم شايفينه طبعا مجمع ضخم جدا المجمع فيه جزء يعني بيبدأ من مجموعة من الورش حوالي اكتر من يمكن خمسمية ستة وسبعين ورشة كلهم في حدود التمانية واربعين او خمسين متر ودول بيخدموا صناعات بعينها هتبقى متاحة لشباب الفيوم وايضا رجال الاعمال او اللي هم بيبدأوا المساحات دي تكفي ان هو يعمل فيها ورش لصناعات مختلفة صناعات غزائية صناعات ملابس وسنضعات نسيج وايضا بعض الانشطة الهندسية او الكيمائية بالاضافة لها عندنا ورش او مصانع كبيرة بتصل مسطحتها الى اكتر من ستمائة متر اجمالي الورش والمصانع المتاحة حوالي سبعمائة مصنع فالسبعمائة مصنع دول يعني ان نتخيل مع حجم فرص العمل اللي ان شاء الله هيبقى في كل مصنع منهم احنا بنتكلم على الاف من فرص العمل اللي هتبقى موجودة في هذه المنطقة والاهم وتبقى لتوجهات سيادة الرئيس ان احنا بنعمل هذه المجمعات علشان طبعا تعميق تصنيع محلي خلق فرص عمل ونقلل الفاتورة الاسترادية بتاعتنا فهذا النموذج الحقيقة احنا بنتوسع فيه كدولة مصرية علشان نقدر ان احنا باذن الله في اقرب فرصة ممكنة زي ما قلت لحضركم بنستهدف طبعا زيادة الصدرات ولكن الاهم هو تعميق التصنيع المحلي وخلق الاجبر حجم من فرص العمل احنا الحمد لله بالرغم من كل الازمة العالمية اللي حضركم متابعينها نسب البطالة عندنا الحمد لله في ادنى مستوياتها اللي يعني مصر مش فاتهاش قبل كده يعني سبعة واثنين من عشرة في المية وبنعمل بقدر الامكان من خلال هذه النوعية من المشروعات على خلق اكبر فرص عمل وكلها في صناعات انتاجية ومشروعات كبيرة انا بقول الكلام ده ليه لان احنا بنرد لو حضركم شفتوا المشاريع دي كلها اي واحد فينا هيقول هل ينفع ان انا وقف مشروع من دول ما هو بعض الناس بتالت تقول طب الازمة ويعني لازم يبقى عندنا يعني اولويات والكلام ده لكن احنا بنتكلم في بلد بنبنيها ومحتاجة المشاريع دي لو ما تعملتش النهاردة انا بقولها لحضراتكم حتتعمل بكرة باضعف التكلفة اللي بقت موجودة فاحنا لازم ما عندناش بديل غير انداء يعني نكمل في هذه المشروعات الكبيرة جدا اللي بتخدم آلينا وبتودلهم الخدمات الاساسية اللي كانوا محرومين منها لعشرات السنين الحقيقة احنا طبعا اختتمنا الجولة النهاردة واحنا على ضفاف بحيرة قارون ويمكن توجيهات طبعا فخامة رئيس بالمشروع العملاق اللي الدولة المصرية بتتبناه في تأهيل البحيرات المصرية اللي كانت بتعاني من الاهمال والتلوث يعني انا مش عايزة اقول لمئات السنين ولكن يعني اذا ما كنتش مبالغ لخمسين ستين سنة فاتت وطبعا كانت بحيرة قارون واحدة من هذه البحيرات اللي بتعاني من هذا الموضوع طبعا احنا قطع نشود كبير في بحيرات زي المنزلة زي ماريوت وشغالين النهاردة في البحيرات الشمالية بقوة كبيرة اتكوا النهاردة برضو شغالين فيها قارون الحقيقة كان عندنا فيها تحدي ويمكن انا كنت بتبحب نفسي مع السادة الوزراء اكثر من شيء وخلينا اقولها لحضراتكم علشان ده بيثار كل شوية مشكلة ان طبعا بحيرة قارون هي في مستوى منسوب منخفض احنا بحيرة منطقة الفيون كلها حضراتكم عارفين هي واحة ومنخفضة ومنطقة قارون البحيرة انها بتتجمع فيها المية اللي هي في الاساس مية صرف زراعي نتيجة لانها دي اوطى نقطة فنتيجة طبعا لدرجة الحرارة وكانت لفترات سابقة مفيش تجدد للمياه كان بيحصل بخر كبير جدا للمية وابتدى منسوب البحيرة بينزل وابتدى كمان طبعا نسبة الملوحة بتزيد قوي ابتدت مع التلاوس وخلينا نقول من صرف غير الصرف الزراعي اللي بينزل وده طبيعي كان في بعض الاماكن فيها صرف صناعي كان عندنا حوالي 13 مصنع تحديدا بيصرفوا صرف صناعي سلبي على البحيرة ده بالاضافة الى الصرف الصحي اللي كان من القرى المحيطة بالبحيرة اللي ما كانش فيها صرف صحي طب الدولة تحركت ازاي؟ الدولة تحركنا ان من وزارة الراي ابتدينا نرفع كفاءة المصارف والبحار او بنقول كده بحر يوسف وغيره المصرف عندنا البطس والوادي دول اهم مصرفين كانوا بينزلوا مية الصرف الزراعي على البحيرة ودول نتيجة لان ما كانش فيه رفع كفاءة ليهم ابتدى المية تتسد وما بتنزلش اتعمل وزارة الراي عمل التكريج كامل لهذه المصارف وابتدت كمان تزود كمية المياه اللي بتضخ للبحيرة بحيث ان احنا النهاردة وصرنا تاني رجعنا للمنسوب اللي كانت عليه البحيرة زمان قبل الازمة النهاردة البحيرة مساحتها خمسة وخمسين الف فدان فاحنا رجعنا تاني للمنسوب اللي يعتبر كان المنسوب الطبيعي قبل ما كانت تحصل الازمة ولكن في نفس الوقت وده شيء جيد انه وانا عشان نبدأ نضخ تاني كميات مياه احنا كل سنة ويمكن معالي وزير الراي كان بيشرح بيتبخر من هنا من البحيرة حوالي ربعمائة وخمسين مليون متر مكعد فكان لازم التحدي ان احنا نستعودهم كل سنة علشان المنسوب ما بينزلش وده اللي عملناه من تكريك المصارف وضخ المياه من خلال البعض الترع اللي موجود علشان نضمن ان المنسوب دايما يفضل ثابت لكن في نفس الوقت فيما يخص الصرف الصناعي من التلاتاشر مصنع فيه ستة فعلا توقفوا عن الصرف تماما على البحيرة وان شاء الله السبع البقيين بنهاية هذا العام زي ما معالي وزيرتي البيئة قالت لي حيكونوا عملوا المحطات المعالجة بتاعتهم والتوافق علشان يبقى كده بعد كده المياه اللي بتنزل مياه معالجة تماما ومتعملش تلوث الاهم هو موضوع صرف الصحي كمان والحقيقة مع مشروع حياة كريمة والمشروعات الكبيرة جدا اللي الدولة بدأتها في انشاء محطات المعالجة الصرف الصحي وتوصيل الصرف الصحي لكل القرى احنا مستهدفين مع نهاية حياة كريمة تكون انتهت بالكامل ان شاء الله موضوع الصرف اللي هو نقدر نقول عليه ملوس للبحيرة فالحمد لله دلوقتي الامور بتتحرك في مصارها طبيعي بتاخد بعض الوقت علشان نقدر نحيد لمشاكل زي موضوع الصرف الصحي ده وننهيه ولكن اللافت للنظر وده شيء مهم ان خلاص ابتدت اماكن جديدة فيه اماكن بعينها ومناطق بعينها في البحيرة السمك بقى موجود ومتوافر بصورة بكميات كبيرة وكنا بنتناقش على ان احنا ان شاء الله هنبدأ لانزال زريعة بكميات كبيرة علشان حياء تاني موضوع الصيد ان شاء الله في البحيرة الشيء التاني اللي لا سبيل للانكار ان تحسن مستوى البحيرة هو الطيور دايما بحيرة قرون مشهورة عالميا انها منطقة اللي بتعدي عليها يعني طيور بعينها طقر الفلامينجو وايضا النورس ويمكن احنا رصدينه تماما هو تزايد اعداد الطيور اللي بقيت بتبقى موجودة وده برضو دليل صحي ان فيه تحسن بالتأكيد كبير بيحصل النهاردة فيه نوعية المياه عندنا مشروع عملاق كبير جدا عاملينه علشان نقلل الملوحة وهو استخلاص الاملاح من البحيرة من خلال مصنع كبير جدا بيتنفذ النهاردة وهو بالفعل المرحلة الاولى بتاعته شغالة دلوقتي ولكن فيه توسعات ضخمة جدا هتبقى في شمال البحيرة يعني الناحية التانية من المكان اللي احنا واقفين فيه هذا المشروع من شأنه انه هيخلق طبعا حجم هائل من فرص العمل هيبقى بنطلع منه ملح نقي وفي نفس الوقت بيقلل من ملوحة المياه في البحيرة فدي حلول تكاملية احنا بنعملها النهاردة علشان تطوير هذه البحيرة وعشان نوضح لأهالينا سواء في الفيوم او في مصر الجهد الكبير للدولة المصرية النهاردة بتبزوله علشان تطوير هذه المناطب لو فيه اي اسئلة من حضراتكم انا تحت امركم معالي دهورة رئيس مجلس الوزراء طبعا هناك زيارة مهمة اليوم طبعا في محافظة الفيوم ودي زيارة طبعا بتأتي في اطار زيارة حضرتك بالنسبة لكل المحافظات للتعرف على حياة كريمة الدولة المصرية طبعا بتقدم تيسرات كبيرة للمستثمرين وخاصة هناك محافظات حضرتك اقارتها في الفترة الاخيرة نريد نعرف السادة المستثمرين على هذه المحافظات طبعا احنا يعني لحياة الدولة المصرية اخدت خطوات مهمة جدا في خلال الفترة السابقة اهم شيء طبعا هو موضوع كان اتاحة الاراضي للاراضي الصناعية تحديدا واحنا يمكن اقرينا مبدأ حق الانتفاع وبالجانب التملك لكل الراغبين من المصنعين في الحصول على الاراضي ده بالاضافة الى ان سعر التكلفة بحيبقى سعر معلن على مستوى مصر كلها سعر الاراضي الصناعة وحيطلع بيهم قرار نهائي من مجلس الوزراء ان شاء الله في الاجتماع القادم بحيث ان يبقى كل المستثمرين عارفين سعر المتر واساس تكلفة سعر المتر هو تكلفة المرافق يعني معنى كده ان احنا مش حطين سعر للارض نفسها احنا فقط بنحمل القيمة هي قيمة المرافق الفعلية الحاجة الشيء المهم الاخر هو ان اي رخصة الصناعية تطلع من مكان واحد هي هيئة التطمنة الصناعية فيما لا يتجاوز عشرين يوم عمل وده بالفعل انا الحقيقة بتابعه مع هيئة التطمنة الصناعية ومع الوزير الصناعة وبالفعل يمكن كان فيه تقرير منه مبارح ان عشر يعني انا مش عايز اقول حوالي عشرين الف رخصة جديدة طلعت من خلال المنظومة الجديدة او تقدمت وطلعت من خلال المنظومة الجديدة اللي هي بتستغرق عشرين يوم بحد اقصى طبعا فيه هناك حوافز اخرى الحقيقة من خلال قانون الاستثمار وهي اللي بقت النهاردة بقت معروفة وهي موضوع اعادة او انه هو ان احنا بندي يعني خمسين في المية خصم فيما يخص التكلفة الاستثمارية للمشروع اللي هو بينفزه في اي مشروع بتاعه بنرجع له هذه التكلفة او بيبقى دي اعفاق ضريبي بهذا الرقب احنا اتكلمنا الحقيقة وكان فيه اجتماع مبارح على ان احنا هندخل بتعديل جديد في قانون الاستثمار ان احنا هنمد الحوافز بتاعته لان الحوافز بتاعته كان مدتها خمس سنوات تنتهي في عشرين تلاتة وعشرين فهنمد خمس سنين اخرى وكمان هنعمل حافز جديد وده شيء مهمة اوي اوي ان هنختار صناعات بعينها وهي الصناعات اللي مش موجودة عندي في مصر واللي عايز اشجع المستثمرين الاجانب او المستثمرين المصريين ان يجب يدخلوها مثلا صناعة سيارات الكهرباء مثلا بعض الصناعات الاخرى المتقدمة اللي انا عايز ان انا اشجع المستثمرين ان هما يجوا يعملوه في مصر هنعمل ايه ده حافز النهاردة بنعمله ان كمان هنديله هنردله يعني ما يصل الى حتى سبعين في المية من قيمة الدرائب اللي هيسددها يعني انت فرضا هيبقى مثلا الدرائب اللي عليك مئة مليون بعد ما تسددهم في خلال مدة لا تتجاوز الخامسة واربعين يوم ارجعلك لغاية سبعين في المية منهم دي طبعا هتبقى النسب تبقى لانواع الصناعة عشان ما يتقلش ان هو كل سبعين في المية لكن تبقى لاهمية الصناعة ممكن نصل ان احنا نردله لغاية سبعين في المية من درائبه فبالتالي كده بنبقى بنديله حوافز كبيرة جدا للفترة القادمة فالحياة دي كلها مجموعة كبيرة من الحوافز بالاضافة الى حوافز كاخرى النهاردة في تيسير الاجراءات احنا كدولة نتحركين فيها علشان تشجيع الاستثمار الاجنابي او الاستثمار المحلي من رجال الاعمال الوطنيين في صناعات بعينها الدولة المصرية محتاجاها في خلال الفترة القادمة دولة رئيس الوزراء انا ايماني توني من التلفزيون المصري كنت عايزة اسأل حضرتك الجولة شملت ايضا انشاء عمارات الاسكان البديل فهل معنى هذا ان العشوائيات انتهت في محافظة الفيوم والسؤال الثاني عن حجم العمالة في الفيوم وحجم فرص العمل المتاحة خاصة لتمكين الشباب طيب خليني اقول لحضرتك احنا الاسكان البديل اللي احنا بنعمله احنا دخلنا مرحلة جديدة احنا كان في الاول التركيز بتاعنا على الاسكان الغير امن اللي هي كانت المناطق ذات الخطورة واللي الحمد لله احنا انتهينا منها على مستوى الجمهورية الجزء الجديد اللي احنا شغالين فيه النهاردة اللي هو منهم الاسكان البديل اللي ضمن مبادرة فخامة الرئيس بانشاء خمسمائة الف وحدة اللي هو بقينا بندخل على ما نطلق عليه المناطق الغير مخططة او المناطق العشوائية اللي هي عبارة عن ايه البيوت خرصانة وكل حاجة والبيوت امنة ولكن في منطقة يعني غير مناسبة شوارح حديقة ما فيهاش خدمات فبنبدأ من خلال حتى تطوير هذه المناطق ان احنا بنحاول نفتح محاور طرق جواها بنوسع بنعمل خدمات جوا هذه المناطق طب الازالات بتاعت المحاور بنروح بنعمل لها الاسكان البديل علشان يبقى اهالي المنطقة ما يبعدوش عن المكان الاصلي بتاعه فرص العمل طبعا ومعالي المحافظ هو اقدر مني ان هو يعني يقول حجم هذا الموضوع انا باكد ان كل المشروعات اللي احنا عملناها دي هي اللي نجحت ان الدولة المصرية النهاردة يبقى نسبة البطالة فيها سبعة واثنين من عشر انا عايز بس اقف للنقطة دي واشكر حضرتك لهذا السؤال لان بعض الناس يعني ابتدوا يتكلموا على مخاوثهم من طب انتو الدين بتاعنا كارقام كرقم بيزيد طب انا عايز اقول في المقابل حجم الاقتصاد المصري عامل بقى زي احنا انا عايز بس سدي حضراتكم لمحات احنا من يعني معالي وزير الملايك كان بيعرض على فخامة الرئيس من اسبوع الموازنة بتاعت مصر 2010-2011 اخدوا بالكم التاريخ كانت الموازنة بتاعتنا كلها لا تتجاوز التلتميت مليار احنا السنة دي الموازنة بتاعتنا اللي احنا بديينها كام اتنين تريليون ومئة مليار يعني كم مرة سبع مرات في عشر سنين سبع مرات الموازنة تضعفت ده معناه ايه ان الاقتصاد المصري كبر باحجام كبيرة جدا وبالتالي انا اللي يهمني كدولة طبعا احنا موضوع الدين ده شيء مهم جدا لكن في نفس الوقت دايما بيوقاف اي اقتصاد نسبة الدين ده قد ايه لحجم الاقتصاد كله هو ده الاهم لان شيء مهم اخر طيب ماذا لو ان احنا ما كناش عملنا كل المشاريع وكل الجهد اللي كان موجود هل المواطن المصري كان حيتحمل انه ما يبقاش عنده كهربا ما يبقاش عنده ميا ما يبقاش عنده صرف صحي ما يبقاش عنده طرق ما يبقاش عنده خدمات ما يبقاش عنده شغل يعني خلينا نتكلم يعني انا عايز برضو حضراتكم كرقم يبقى واضح ونفتكره 2014 لما تولى فخامة الرئيس المسئولية كانت نسبة البطالة 13.2 من 10 او 13.4 من 10 طيب من 2014 ل2022 مصر زادت عدد سكان قد ايه كام 8 سنين زادنا قد ايه حوالي 18 مليون ممكن خلاص بس انا عايز اقول النهارده البطالة كام 7.2 من 10 يعني اللي عايز اوصله كرسالة ايه احنا بدأنا ب13.2 من 10 في 2014 وعدد السكان كان اقل من اللي احنا عليه دلوقتي ده حوالي 20 مليون 18.2 مليون لكن البطالة نزلناها الكام ل7.2 من 10 يعني معنى كده ان انا خلقت حجم فرص عمل مش فقط عشان اقلل من 13.2 لكمان ده انا استوعبت الزيادة اللي دخلت في الفترة دي يبقى انا عملت ايه انا ضعيف تماريت ايه انا بس حابب ان احنا كلنا نبقى فاهمين الدولة بيتعمل فيها ايه في هذه الفترة لان كان البديل ايه نقعد نتخيل طب لو كان فضل الدولة ما عملتش المشاريع دي كلها وحجم الشغل ده وما فيش خدمات للناس هو كان حد حيعرف النهاردة يعرف يعمل شغل او يعمل مصنع او يعمل مشروع من غير ما يبقى عنده كهربا ولا عنده غاز ولا عنده طرق ولا عنده مية ولا عنده صرف صحي بالتأكيد لا طب لو ما كناش الكلام ده تعمل يبقى ما كانش فيه فرص عمل حتتعمل طب كان شبابنا بقى لكل سنة بيدخل لسوق العمل عدد بيقترب كلكم عارفين بسم الله ما شاء الله من المليون وما فيش حجم الشغل ده بيتعمل طب الناس دي كانت هتعمل ايه يبقى كانت البطالة هتبقى كام انا بقولها لحضراتكم كنا حنتجاوز ال 20% طب معنى ان 20% من الشعب يبقى بطالة يبقى معنى ايه ممكن يحصل ايه اننا بيتكلم على استقرار وسلم وامن لدولة فبالتالي لازم كلنا نبقى وعيين ان هذا الحجم من الشغل كان الدولة المصرية كان دايما السؤال اللي يتسائل لو ما تعملش كان يبقى شكل البلد حيبقى من ازاي اصلا كان حيبقى في بلد هل كان الشباب اللي حيبقى عنده البطالة بأحجام كبيرة حيبقى راضي وساكت وقانع ولا حيبقى دايما ناقم وعنده حالة غضب ويعني دايما عنده اتهام للدولة انها متقعصة انها توفر له فرص عمل هل كان القطاع الخاص لوحده قادر ان نخلق هذا الحجم من فرص العمل في الظروف خلينا نتكلم اللي احنا كانت فيها مصر من ظروف كلنا عارفين كان اضطرابات عاملة ازاي ومشاكل وتحديات بالتأكيد كان من الظلم ان انا اقول ان القطاع الخاص لوحده كان يقدر فعشان كده البرنامج اللي الحقيقة في خامة رئيس تبناه واللي الدولة المصرية بتنفزه النهاردة الحقيقة الحمد لله على الارض هو اللي مخلي الدولة المصرية بالرغم من كل التحديات اللي حرقكم شايفينها الدولة المصرية يعني مستقرة وقدر انها بتقدي فيه تحديات زي كل دول العالم وارجو من حضراتكم يعني ونفسي منكم كل شوية تشوفوا اعظم دول العالم بيطلع منها تصريحات عاملة ازاي يعني احنا لسه فيه بعض يعني مرقولة بعض الحاجات عن دول في اوروبا اللي هي يعني اغنى دول العالم فيه يعني المواطنين ازاي بيعبروا عن يعني ان مشاكل عندهم فيه ارتفاع اسعار الطاقة بارقام كبيرة جدا لان هناك طبعا النظم الحاكمة في هذه الدول باي زيادات سعرية بتحصل بتعمل ايه بتحمل على المواطن بصورة مباشرة احنا النهاردة الحمد لله يعني معلش يعني احنا حضراتكم عارفين خدنا خطأ اجراءات اجلنا زيادة كهرباء عملنا اجراءات معينة الحمد لله في الحمال الاجتماعية بهدف ان احنا نحاول طبعا بقدر الامكان بالتأكيد مش خنعوض الفرقات بالكامل اللي حصلت في زيادة الاسعار ولكن الدولة تحاول بقدر الامكان تتحمل الجزء الاكبر ويبقى فيه جزء الاقل هو المواطن اللي يعني يتحملوا في هذا الصدد شكرا يا فانو شكرا يا جماعة